على أداء السوق المصرية المؤشر مؤشر الـ EGX 30 لا أفجأني طالع 500 مؤشر السوق المصري مرتفع إلى 30623 في هذه اللحظات إذن نسبة ارتفاع عالية جدا على المؤشر لا أعلم إذا كان وصل إلى نفس المساوى المساوى القياسي الذي كان سجله مؤشر الـ EGX 30 كان في 31 من شهر يناير من هذه السنة وكان في حدود 30 ألف ولكن لا يستحضرني الرقم الصحيح على كل الارتفاع بـ 5.4% على الـ EGX 30 حتى الآن هي نسبة عالية الـ EGX 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة على ارتفاع بنقطتين مئويتين من الأسهم التي تسجل ارتفاعات قوية أيضا في السوق تبقى أسهم القطاع العقاري تحديدا على مؤشر الـ EGX 30 ولكن السهم اللي أكتر شي بأثر على المؤشر هو سهم البنك التجاري الدولي وسأحاول النظر إلى الأرقام بعض اللحظات لأنه أعتقد أنه CIP هو الذي يسجل ارتفاع قوي في هذه اللحظات الـ EGX 100 مع اقتراب نهاية الجلسة أيضا وهو الأوسع نطاقا يرتفع بـ 2.34 النقطة الموية خلال هذا الربع قبل هذه الأرقام كان مؤشر الـ EGX 30 مرتفع بـ 20 في المئة إذن هذه هي الصورة بالنسبة للسوق المصرية حتى أن نتحدث عن بعض أخبار الشركات في مصر وآخر مستجدات الشركات المدرجة في البورسة المصرية ارتفعت أرباح المصرية للاتصالات بنسبة 25 في المئة مقارنة بالعام 2022 لتسجل صافي ربح بلغ 11 مليار ونصف المليار جنيه فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح بقيمة جنيه ونصف لكل سهم المصرية للاتصالات اليوم يسجل تراجع بـ 14 نقطة المئوية في بداية التداولات كان يسجل ارتفاع المؤشر ولكن مع نهاية الجلسة تعرض لعمليات بيع كما نرى أيضا في الرسم البياني في نهاية التداولات كان هناك نشاط ملحوظ على البيع لهذا السهم هذا بالنسبة لمصرية التصالات أيضا ارتفعت أرباح شركة إيديتا للصناعات الغذائية بأكثر من 58 في المئة على أساس سنوي إلى مليار و600 مليون دولار وفي نفس السياق تعتزم الشركة توزيع أرباح على مساهميها بقيمة 300 مليون جنيه السهم يسجل تراجع أيضا اليوم في السوق أيضا قفزت أرباح شركة العربية لمنتجات البان باندا بنسبة 292 في المئة على أساس سنوي لتسجل نحو 122 مليون ونصف المليون جنيه مقابل خسائر بلغت 31 مليون و230 ألف جنيه في 2022 وذلك بدعم من تحسن مبيعات الشركة بأكثر من 89 في المئة إلى مليارين و180 مليون جنيه السهم يسجل ارتفاع متواضع بـ 1.17 النقطة في تداولات اليوم أيضا ارتفعت أرباح شركة العزل السيراميك والبورسلين الجوهرة بنسبة 28.3% على أساس سنوي لتصل إلى 219 مليون ونصف المليون جنيه والسهم يسجل ارتفاع يقترب من 5% في هذه اللحظات أيضا تراجعت أرباح شركة مصر للإسمنت قنى بنسبة 12% على أساس سنوي لتصل إلى 115 مليون و400 ألف جنيه يأتي ذلك رغم ارتفاع المبيعات بأكثر من 43% ولكن تكاليف المبيعات ارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 41% على أساس سنوي والسهم يسجل تراجع بـ 1.13 النقطة المئوية نبقى في مصر حيث علقت البنوك منح تمويلات جديدة ضمن مبادرة الصناعة ذات الفائدة المنخفضة والبالغة 11% التي تدعمها وزارة المالية بحسب ما ذكر خمسة مصرفيين تحدثوا للشرق كان البنك المركزي المصري قد أصدر تعليمات في مارس الماضي بدعم القطاعات الانتاجية بشريحة تمويلية بلغة 150 مليار جنيه وبسعر عائد متناقص يبلغ 11% بدلا من فائدة الإقراض والبالغة 22.4% ترجمة نانسي قنقر 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 وعودة يبدو أننا نعود إلى المستوى الأعلى اللي كان في الـ 31 من يناير كل هذا مرتبط بصفقة رأس الحكمة وكيف تتأثر الأسواق أو ما الذي يمأثر على السوق؟ هو أكثر حاجة مؤثر مياه كما ذكرت هو تحرك القطاع العقاري والسبب الرئيسي كما ذكرت هو صفقة رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة ما يحدث الآن هو تابعات لهذه الصفقة الصفقة بعد الصفقة زادت شهية الاستحوازات على المشاريع الجديدة بدأ يكون هناك تكهنات مزيد من الشعاعات عن عمليات استحوازات جديدة شاهدنا اليوم قبل منتصف الجلسة كان الأسهم كان سهم طلعت مصطفى لم يكن هو أكبر الأسهم الحديد 15% كان الأكبر صعوداً كان سهم مدينة مصر الجديدة بعد الأخبار التي وردت عن مشروع مشترك بينها وبين سهم مدينة مصر وكان الارتفاع بحوالي 19% لسهم مصر الجديدة ما تحدثنا عنه أن بدأت الأسهم داخل القطاع العقاري يكون هناك تدوير بدأت الأسهم التي لم ترتفع كما هو وضح في الرسم البياني يعني كان الارتفاع الأكبر منذ بداية العام نصيب طلعت مصطفى إعمار كانت أيضاً على ارتفاعها بحوالي 96% أو 100% لكن سهم مصر الجديد لم تكن مرتفعها بنفس النسب أو تتوازمها فبدأ يحدث هناك إعادة تدوير في هذه المحافظة بدأنا نشهد ارتفاعات هذه الأسهم مرة أخرى لكن من الواضح أن شهية الاستثمار في طلعت مصطفى تبقى قوية حتى الآن بشكل كبير في المنتصف الثاني من جلسة التعامل بدأ السهم يرتفع بشكل كبير ارتفاعات وصلت لـ 15% وقمة جديدة للسهم تعارف أنا بس شفت الرقم خمسة لأنه نحن عم نغطي السوق من الصباح وشفنا الارتفاع منذ بداية تدولات 1% 2% ولكن رأيت 5% يعني منذ تسجيلنا الثلاثين ألف لم نرى هذه النسبة المرتفعة شفنا التراجعات خلال الأسبوع الماضي إلى متى تعتقد أن قطاع العقار سيستحوذ على أحجام اليوم ويدعم السوق في المرحلة المقبلة لأمتى؟ هو الحقيقي هو بيدعم السوق فعلا لحد النهاردة لما نجي نشوف بقية القطاعات في السوق نهاردة الارتفاعات فيها لم تكن قوية نعم هي مستفيدة من هذا الزخم وهو أحجام التدول الكبيرة في السوق لكن بشكل كبير القطاع العقاري هو المستفيد الأكبر وهو الارتفاعات معظم التدولات يعني تصب في مصلحة القطاع العقاري خاصة في الفترة الأخيرة فترة أخيرة معظم الاستثمارات التي نتحدث عنها والاستثمارات التي تأتي تخص الاستثمار العقاري والاستثمار السياحي حتى الآن طبعا طبيعة الظروف الحالية يكون في مصلحتها أو يكون القطاع العقري هو الأبرز بسبب الظروف الحالية حتى يكون هناك استثمرات في قطاعات أخرى تحتاج إلى رؤية أوضح في السياسة النقدية حتى الآن استقرار لسعر الصرف حتى يدخل المستثمر في قطاع الصناعة يحتاج إلى سعر صرف واضح ومستقر يحتاج إلى سياسة نقدية ومالية حتى الآن التدخم لا زال يرتفع الفوائد تعتبر سلبيئة حتى الآن وبالتالي الاستثمار السريع والأكثر يعني معادلة في تكلفة الاستثمار هو الاستثمار العقاري حتى عن الاستثمار العقاري هناك قطاعات أخرى ترتبط بالقطاع العقاري ستتأثر بأي نشاط في هذا القطاع بالبورصة المصرية شو هي القطاعات اللي ممكن تتأثر يعني قطاع الاسمنت ممكن يتأثر قطاع الحديد شو القطاعات اللي راح يصير فيه سبيل أوفر عليها من خلال هذه الصفقة التي تستفيد منها الشركات العقارية أول وأبرز القطاعات التي ستستفيد بشكل سريع هو قطاع المصرفي قطاع المصرفي سيكون هناك تمويلات قوية لهذا القطاع سيكون هناك حزم قوية وبالتالي سيستفيد القطاع المصرفي من هذه التفارات أيضا شركات التأجير التمويل أو الخدمات القطاع أو الخدمات المصرفية غير المصرفية خدمات التمويلات غير المصرفية أيضا ستستفيد بشكل كبير ثم نأتي على المدى المتوسط المدى المتوسط هو بداية الشركات التي تعمل في البناء وغيرها مثل الاسمنت والحديد سيكون لها استفادة واضحة من معدلات النمو لهذه الشركات شكرا إليك المحل المالي للشرق محمد عادل كنت معنا في السيديو شكرا معي